عندما ضاقت بها السبل لم تجد سوى المملكة سبيلة الدكتورة البريطانية صابرين البكري قصة من ألاف القصص المأساوية التي خلفها الصراع الأسكري في السودان غاية طبية جعلتها تستقر في الخرطوم قبل اندلاع الاشتفاكات وارتفاع أصوات الرصاصات لم يعد هناك مجال للحياة وبدأت مرحلة إجلاء الرعاية تواصلت مع الحكومة البريطانية التي طالما رددت أنها لن تترك مواطلا لها لكن مساعد دكتورة صابرين باءت بالفشل وخيبت الظن فما كان منها إلا أن لجأت إلى طرق أخرى تضمن لها الحياة في بورت سودان تغير حال الدكتورة صابرين وجدت أذرعا مفتوحة ومقاعد مهيئة لنجدة الإنسان بلا شروط أو تعقيدات لم تجبر على ترك أحد من عائلتها بعدما حملتها السفينة السعودية إلى بر الأمان حيث موانئ جدا نحو خمسة آلاف إنسان نجوا من صراع السودان إلى حياة السعودية وخلف كل واحد منهم حكاية تحاصر ومستقبل تزفه إنسانية المملكة